أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن محمد الجابر أكد أن المملكة هي الدولة الأكثر والأسرع دعما لليمن مشيرا إلى روابط الأخوة والعلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين البلدين وبين الجابر في ندوة استضافها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تناقش الحالة الإغاثية والإنسانية في اليمن بين أن دعم المملكة يأتي في إطار خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة باليمن والتي أخرتها الأمم المتحدة لعام 2019 وقد وصل إلى 750 مليون دولار أمريكي وتحدث الجابر في الندوة عن مشاريع التنمية والإعمار في سبعة قطاعات حيوية ينفذها البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن وقال إن البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن يعمل على توفير فرص العمل للأخوة اليمنيين وتدريبهم ويساهم البرنامج أيضا في تنمية الاقتصاد اليمني عبر منحه المشتقات النفطية السعودية لمحطة توليد الكهرباء